وضمن القواسم المشتركة للاستقرار طالب باحثون اجتماعيون أئمة الجوامع والوجهاء والمثقفين بحملة تضامنية مع الطبقات الفقيرة من خلال تخصيص جانب من خطبة الجمعة ضد احتكار السلع والتلاعب بلقمة عيش الفقراء مؤكدين أن محاربة جشع التجار مسؤولية تضامنية بين الحكومة والشرائح الاجتماعية الباحثون أشعروا إلى غالبية مطلقة من الفقراء ترفض اللجوء إلى التسول لسد رمق الحياة وتعاني من ظروف معيشية صعبة نتيجة التلاعب بأسعار المواد الغذائية الأساسية وبسعر صرف الدولار الباحثون أشعروا أيضا إلى أن غالبية الفقراء الذين يؤدون صلاة الجمعة يؤرقهم تعليم أطفالهم وكسبقوتهم ما يستدعي التكاتف معهم عبر تحريم احتكار السلع والدعوة للتكافل الاجتماعي مع مؤشرات الحكومية عن ارتفاع معدلات الفقر في العراق إلى مستوية قياسية